مساء الخير، النهاردة هنتكلم عن التعليم التعليم ما بين المشكلة والحل هنطرح المشكلة ولأول مرة هنطرح حل قابل التنفيذ تركزوا معي، اسمعوني كويس، خليكم معي التعليم بيعاني من أزمة خانقة جداً وده بيتمثل في مخرجات العملية التعليمية جيل غير قادر على الوصول للحد الأدنى من المعرفة حتى لو في البعض متميز، فده بيكون بمجهود استثنائي وخاص جداً منه وهنا بيكون الفروغ الفردية دور كبير جداً يعني التميز بيكون الاستثناء وليس القاعدة التعليم تمويل، التعليم أموال علشان كده الدول المتقدمة بترصد مبالغ خرافية للتعليم بالمقارنة بالدول النامية علشان كده لازم يكون فيه مصادر متنوعة ومتعددة لتمويل العملية التعليمية بكافة عنصر من وجهة نظري المبنى المدرسي هو من أهم موارد العملية التعليمية المبنى المدرسي يشتمل على ملعب، قاعد انشطة، قاعد مسرح، معمل، في بعض المدارس فيها ورش، في بعض المدارس فيها حضائق بطرقة إلى مشتب ازاي كل ده يتقفن عليه بالجنزير من بعد الضهر لحد تاني يوم الصبح دون أي استثمار لازم يكون في صيغة بتسمح لبعض رجال الأعمال والمستثمرين استثمار مرافق المدرسة في غير أوقات العمل الرسمي بكده سنظرنا بالطالب تاني يوم الصبح ملعب متطور جدا، معمل في أحدث الأجهزة والوسائل قاعد انشطة متطورة ومسرح على أعلى مستوى بكده سنظرنا بالطالب ان يمارس الانشطة العلمية والعملية في جو راقي جدا، ومحترم جدا، والنتائج ستكون مزهلة جدا التعليم مجاني ولكنه مكلف جدا، ده نخص كبير جدا، مش موجود غير في مصر بالفعل الدولة بتدعم العملية التعليمية بمبالغ ضخمة جدا، مليارات بتنفق على الصيانة والتشهيد وتضاعة الكتب وخلافة دون أي عائد مادي يذكر، وفي نفس التوقيت أولياء أمور الدارسين بيصرفوا مبالغ ضخمة جدا على تعليم أولادهم، ولكن هذه المبالغ بتصب في خارج إطار العملية التعليمية تماما بتصب في جيوب أباطلة الدروس الخصوصية والمراكز والمعاهد المنتشرة في كل ربوع البلاد فماذا لو تم توجيه هذا الصرف والإنفاق في إطار العملية التعليمية؟ بالتأكيد ستتطور كل عناصر العملية التعليمية وعلى رأسها المعلم والطالب هذا يسمونه الخصخصة الخصخصة بأننا أجذب مجاب أعمال ومستثمرين للاستثمار في القطاع التعليمي ولكن بصيغة معينة وبنسبة معينة لا تسمح لهم بالإشراف الكامل أو حق الإدارة وهو ممكن يكسد بس مشتاحت إشرافه من هنا حضنا أنه سيبقى فيه تمويل جيد لأناصر العملية التعليمية وتطورها فيما بعد سيكون فيه توابع لعملية الخصخصة أبرز هذه التوابع هو خروج عدد لبأس به من العملين في القطاع التعليم تلاقي مدرسة طويلة عريضة فيها سبعين ثمانين تسعين واحد يشتغلون وبالفعل القائم بالعمل سبع ثمان تسع أفراد والإحتياطي قد كده مش لها حد والإشراف قد كده ومع ذلك فيه عجز شديد جدا طبعا القطاع الخاص حينظم العملية والناس اللي ملهاش دور هتخرج وحيسد العجز بكفاءات حقيقية ده غير إن النظام التراقي هيكون بنظام الكفاءة مش الأقدمية برضو من التوابع السلبية هي حدوث تصرب في التعليم للدارسين بمعنى إن فيه ناس هتبقى غير قادرة لإن المصروفات هتزداد بشكل كبير جدا غير القادر ده شهيقدر يدفع المصروفات فمش هتعلق فهترتفع نزمة الهم وهنا لازم الدورة المدخل في بداية المشروع ويعني يكون في صيغة أو قانون بيسمح بإن التعليم الإلزامي أول خمس سنين يكون مجانيا لعموم المصريين وبعد كده بيكون قدامك الطريقين يتكمل وتدفع بابلك أو تخش في التعليم المهم ولكن هيبقى فيه غير القادرين المميزين وهنا بقى دول الدولة في أن هم يكملوا تعليمهم بمنح تجدد سنويا يعني في إطار تحصلهم الدراسي أو لو وصلوا لحد معايد من الدرجات يبقى كده ليه الحق في أن هو يكمل بمنحة على نفق الدولة فهيبقى عندنا أن الطلاب هيكملوا تعليمهم بشكل سليم طالب بيدفع مبلغ محترم علشان يتعلم وطالب ثاني بيبزل جهد محترم علشان يتعلم وبالتالي مخرجات العمليات التعليمية والنواتج هتكون مزهلة جدا في كافة عناصر العمليات التعليمية كل ما بتكلم فيه ده هو فكرة لا تلقى إلى مشروع لأن المشروع بيحتاج بيانات بيحتاج معلومات بيحتاج دراسة ويمكن انا توصلت الصف الماضي مع القائمين على المؤتمر المؤتمر الوطني للشباب اللي كان برعاية السيدة إياسة جمهورية وكان بحضوره وكان تحت إشراف إياسة جمهورية توصلت معهم وبعدت بعض الأفكار ولكن هم مش عايزين كلام مرسل هم محتاجين مشروع ببيانات وعرقام فطلبوا مني ان اجهز نفسي وممكن اشارك في المؤتمر القادر ان شاء الله بالمشروع فأنا موجود لو اي حد عايز اتواصل معي اي حد عايز يمدني بأي معلومة ونبدأ مع بعض كده نواة مشروع ممكن يكون اسهام في تطوير التعليم في بلدنا يمكن انا شاكل جدا لدعمكم واهتمامكم لكن انا حابب بس نستني سنة كده مع بعض في اللقاءات القادمة بان احنا نرشح رواية او كتاب ممكن تكون موضوع كلامنا في المرة القادمة انا حابب النهاردة ارشح رواية الافيون للدكتور مصطفى محمود رواية لزيزة جدا خفيفة جدا هتلاقوها في اول كومنت اللينك بتاعها بتتكلم باختصار شديد عن الصراع الثلاثي فيما بين العلم والدين والشعوزة اتناقش فيه مع بعض في الكومنتس والشطارة بقى نعرف مين هو الشخص اللي كان بيرمز للعلم ومين الشخص اللي بيرمز للدين ومين الشخص اللي كان بيرمز للشعوزة وفي رأيك مين في يوم هينتصر في النهاية مرة تانية بكرر شكرا لكم والدعمكم واهتمامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته